بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم بل كل إنسان خلق الأمانة ونبينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تجسدت فيه هذه الأخلاق كلها وكان أمينا صادقا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى قبل بعثته يلقب بالصادق الأمين وهو الذي يقول ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء والأرض يأتيني خبر السماء صباحا ومساء هذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم جميع الأنبياء والمرسلين وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الأخلاقيات الكريمة وبهذا الخلق الطيب إني لكم رسول أمين كما حكى الله سبحانه وتعالى قول كل نبي في سورة الشعراء الأمانة أيها الأحبة الأكارم عرضت على السماوات عرضت على الأرض عرضت على الجبال فأبين أن يحملنها لتبعات هذه الأمانة قال الله سبحانه وتعالى من أواخر سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا حمل الإنسان هذا الخلق الطيب المبارك فقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا نعم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جعل سيدنا عليا على فراشه ينام على فراشه ليرد الودائع إلى أهاليها ليطبق النبي عليه الصلاة والسلام خلق الأمانة عمليا وفعليا وهو الذي قال مطل الغني ظلم وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله على أن الأمانة في الإسلام وفي ديننا ليست فقط رد الودائع إلى أهاليها هذا نوع من أنواع الأمانة إنما الجسد عندنا أمانة إنما العبادات أمانة إنما المعاملات أمانة إنما هناك أمانة تسمى بأمانة السر بمعنى أنه إذا تحدث معك أحد ما من الناس بكلام فهذه أمانة وحاله ولسان حاله لا تخرج هذا الكلام ولا تتحدث بهذا الكلام مع أحد أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تحدث الواحد مع أخيه ثم التفت فهي أمانة هناك أمانة سر ونجوة حديث الناس مع بعضهم البعض هناك أمانة في المعاملات في البيوع والشراء وغير ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل السوق وهو يتفقد أحوال الناس في البيع والشراء قال من غش فليس مننا أو فليس مني إلى غير ذلك من تعاليم وتربية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في خلق الأمانة وأيضا من الأمانة الاستشارة قال النبي عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتما حين يستشيرك إنسان لا بد أن تشير عليه بما فيه الخير له أن تدله على الخير لا أن تضلله ومن الأمانة أيضا أداء الشهادة قال الله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ومن الأمانة أيضا أن نربي أولادنا على ما يرضي الله لا أن نتركهم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع ويوم القيامة يُرْفَعُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِكُلِّ غَادِرِ أمام الخلائق إذا جمع الله الأولين والآخرين يُفضحون على رؤوس الأشهاد الخائنين هؤلاء الخائنين الغادرين يُقال هذه غدرة فلان وهذه غدرة فلان فلنكن من أهل الأمانة ولنحذر الخيانة إن الله لا يهدي كيد الخائنين إن الله لا يحب الخائنين قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا أتوا من خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله